سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايها كرام ومن ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فما أحلى أن نعيش مع هؤلاء الأخيار صحابة المختار صلى الله عليه وآله وسلم ننهل من هذا المعين الذي لا ينضب معين الصحابة الكرام رضي الله عنهم ونحن إذ نتكلم عن هؤلاء الأخيار الأبرار رضي الله عنهم نحن ما قصدنا بهذا السرد أو هذا الكلام أننا نسرد قصصا وفقط بل نحن نقف بذلك القصص على العبرة وعلى العظة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لذو العقول وذو الحجاء فنحن إذ نتكلم عن الصحابة نحن لا نذكر ذلك للتسليح ولا لقتل الفراغ ولا لاجترار الماضي ولا للافتخار بالآباء فحسب بل نحن نذكر ذلك لكي ننهل من ذلك الجدول الفياض الذي نهل منه هؤلاء الصحابة ولكي نسير على ضربهم ونقتفي آثارهم ونهتدي بهديهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ما أحوجنا أيها السادة وما أمس الحاجة في الرجوع مرة ثانية إلى القراءة في سير الصحابة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نرى كيف سادوا وكيف عزوا وكيف أن الله عز وجل جعل هؤلاء سادة وقادة للأمم جميعا العرب قبل مجيء الإسلام كانوا أمة يعيشون على حافة الدنيا لا وزن لهم ولا ذكر لهم على ممر الدهر وعلى طول التاريخ لكن هؤلاء العرب لما تمسك منهم بدين الله عز وجل وأسلم وحسن إسلام امتن الله عز وجل على هؤلاء بأن مكن لهم في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فمكن الله عز وجل لهؤلاء الصحابة الكرامي رضي الله عنهم في مدة زمنية لا تعد شيئا في عمر التاريخ دولة الإسلام قامت في نحو خمسة وعشرين عاما خمسة وعشرين سنة هذا التاريخ أو هذا الرقم أو هذه السنوات لا تعد شيئا ولا تذكر بشيء في عمر التاريخ ولا نعلم أمة من الأمم قامت وكانت لها سيادة وريادة في هذه الفترة يعني ما فيش دولة قامت في خمسة وعشرين سنة هذا لا يعلم على ممر الدهر أبدا إلا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان مكمن عز هؤلاء هو تمسكهم بدين الله تبارك وتعالى هذا هو العز الذي لا ذل فيه العز الذي لا ذل فيه هو تمسكنا بدين الله عز وجل واقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن لن تقوم لنا قائمة إلا بالرجوع مرة ثانية إلى دين الله عز وجل لن تقوم لنا قائمة بأي شعارات من الشعارات فقط دستورنا هو قرآننا وحسب ما قال ذلك فهي شعارات جوفاء لن تقوم للأمة قائمة إلا إذا رجعت الأمة مرة ثانية إلى مكمن عزها قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكوكم يعني فيه شرفكم وفيه عزكم ولا تزال الأمة متهابكم ما استمسكتم بهذا الكتاب لن تقوم قائمة للأمة إلا إذا رجعت الأمة مرة ثانية إلى هذا القرآن المجيد وإلى هدي النبي الأميني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مهما سلكت الأمة من دروب ومن طرائق قدد برضو لن تقوم لنا قائمة لأن هذا مزبور ومستور في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولقد الله عز وجل أخبر أن هذه الأرض يرثها عبادي الصالحون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لا يغر أنك تفشي وانتشاء الكفر لا فهذا سرعان ما ينقضي لكن أما الزبد فيذهب وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ودين الله عز وجل خالد باقي فينبغي عليك أن تكون لبنة في صرح الإسلام الشابخ هذا الدين وهذا الإسلام سينتصر بنا أو بغيرنا وإن تتولوا يستبدل هذه قاعدة إلهية ربانية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ثم لا يكونوا أمثالكم في هذا الضعف ثم لا يكونوا أمثالكم في هذا الهوان ثم لا يكونوا أمثالكم في هذا التخلف وهذه الرجعية أبدا لكن الله عز وجل أرسل إلينا رسولا وصرنا الآن لما تخلفنا عن هدي هذا الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصرنا في أذيال الأمم العرب كما قلت كما كان أول أمرها كانوا أمة من الهمج ومن الرعاع متشرذمون متقطعون فيما بينهم لك أن تعرف أن حرب داحس والغبراء دي حرب كانت في الجاهلية حرب داحس والغبراء الحرب دي ظلت ثمانين عاما تمانين سنة لأجل فحل وناق لأجل جمل وأنثى جمل ظلت الحرب ثمانين عاما تأكل في الناس عشان إيه؟ زين وترك عشان فحل وناق فالعرب ما كان عندهم عقول ما كان عندهم عقول لكن جاء الإسلام فزين الله عز وجل هؤلاء وزين عقولهم وزين أفكارهم وجعلهم سادة وقادة للأمم جميعا الصحابة الكرام بذلوا أنفسهم أرواحهم ومهجهم وضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص لكي يصل إلينا هذا الدين غضا طريا كما تركه صلى الله عليه وآله وسلم والأمر كما قال سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة قال لمقاموا يعني مقاموا الواحد من أصحاب النبي عسى السلام لمقاموا أحدهم في الصف ساعة خير من عبادة أحدكم ولو عمر عمر نوح مقاموا الواحد فقط في الصف مع النبي عسى السلام في اصطفاف للجهاد خير من عبادة أحدكم ولو عمر عمر نوح تخيل أنت لو واحد ظل يعبد الله ألف سنة إلا خمسين عاما موقف هذا الصحابي في الصف مع النبي عسى السلام في الغزاء أفضل من عبادة هذا المتعبد لأن هؤلاء ضحوا بأرواحهم وأنفسهم في وقت الشدة ووقت الحاجة ثم إن هذه العبادة عبادة هذا المتعبد عبادة خاصة ونفعه نفع خاص أما الذي يجاهد مع النبي عليه السلام الذي كان يجاهد مع النبي عليه السلام هذا نفعه متعدي لأجل ذلك الله رب العالمين سبحانه وتعالى أثنى عليهم في غير ما موضع من كتاب وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب عن رجب الأحد فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة المد اللي هو إيه الكفين دول كده فيهم مثلا بر أو شعير أو أي حاجة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة للمد ده هم ولا نصيف المد لأن كما قلت الصحابة دول كانوا ينفقون في وقت الشدة وفي وقت العسرة فضح الصحابة بكل شيء ومهما أطلق المرء الكلام عن الصحابة فلن يوفيهم حقهم رضي الله عنهم أرضه ويكفيهم جزاء الملك سبحانه وتعالى لهم رضي الله عنهم أرضه واليوم إن شاء الله عز وجل سأذكر لك أيضا مواقف من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علشان تشوف الصحابة دول عملوا إيه وضحوا إزاي وكيف كان حبهم وولاؤهم للنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة دول مهما الإنسان تكلم عنهم برضو لن يوفيهم حقهم رضي الله عنهم أرضه سأضرب لك كما قلت صورة مشرقة من حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضه علشان تشوف الصحابة دول إزاي ضحوا وعملوا إيه مع النبي عليه الصلاة والسلام انظر في صحيح مسلم من حديث سلامة بن الأكوع رضي الله عن سلامة سلامة بن الأكوع هذا صحابي جليل ولعل الكثير مننا للأسف لا يعرف شيئا من أخبار سلامة رضي الله عن سلامة وهذا لا يضر سلامة بن الأكوع في شيء طوالما أن الله عز وجل لا يعرفه في السماء فلا يضر سلامة أن يجهل أهل الأرض جميعا لا يضر هذا سلامة بن الأكوع هذا أحد السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسلامة بن الأكوع هذا كان أعظيم البنية ضخم الجثة رضي الله عنه كان جسمه كبير جدا لدرجة أنه كان يحارب أو يقاتل بيده بكفه يعني بكف إيده وكان سلامة رضي الله عنه إذا راكب فرسا كانت رجلاه تسيخ في الأرض يعني رجلك تجردر في الأرض كما قلت لعظم بنيانه رضي الله عنه أرضا يحكي سلامة بن الأكوع رضي الله عنه موقفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربع عشرة مئة يعني ألف وربعمائة واحد ونحن أربع عشرة مئة قال وعليها خمسون شاتا لا ترويها الحديبية طبعا دها كان بئر يعني قال وعليها خمسون شاتا لا ترويها قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبر ركية جبر ركية يعني على حافة البئر قال فإما دعا وإما بسقا قال فجاشت يعني المية كترت جدا فجاشت فسقينا واستقينا قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا إلى البيعة في أصل الشجرة قال سلمة فباعته أول الناس شو بألهمة أول واحد بيعه وكان سلمة بن الأكوعة رضي الله عنه قال فباعته أول الناس قال ثم بايع وبايع قال فلما كان في وسط الناس قال يا سلمة ألا تبايعني قلت يا رسول الله قد باعتك في أول الناس قال وأيضا يعني بايعني مرة تانية قال وأيضا قال فباعته الثانية ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا قال فأعطاني حجفة أو درقة يعني زي سيف أو حرب قال فلما كان في آخر الناس قال يا سلمة نادى عليه للمرة الثالثة قال يا سلمة ألا تبايعني قلت يا رسول الله قد باعتك في أول الناس وفي أوسطهم قال وأيضا قال فباعته الثالثة ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا فقال يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك مشاهدتك دلوقتي حربة تحارب بها هي فين؟ قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها يعني ليت عمي برضو عازل معه السلح يعني فأعطيته إياها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالأول الذي قال اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي قال ثم إن المشركين أرسلون الصلح يعني حصل بينهم معهدى وصلح ثم إن المشركين أرسلون الصلح قال حتى اختلط بعضنا ببعض قال أتيت شجرة فكسحت شوكها جي تحت شجرة كده وكان استحتيها علشان يناه قال فأتيت شجرة فكسحت شوكها فضجعت في أصلها نامعا قال وجاء أربعة من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغطهم أربعة من المشركين أربعة من المشركين جم أرب سيدنا السلام من الأكوعة وهناهم كده وجعلوا يقعون في النبي عليه السلام يعني إذكرونه بسوء قال فقمت فقمت من هذا المكان وهؤلاء الأربعة علقوا صيوفهم في أصل الشجرة في جزع الشجرة كل واحد منهم علق إيه السف بتاعه قال فنادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم ابن زنيم هذا رجل من المسلمين يعني يا للمهاجرين قتل ابن زنيم قال سلمة فقمت فشددت على هؤلاء الأربعة فأخذت صيوفهم فجعلتها ضغثاً في يدي ضغثاً يعني إيه حزمة يعني كما قال الله عز وجل واخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنس تمام فأخذي الصيوف بتاعتهم الأربعة دول واجعلها حزمة في يدي لمهم كده حطم في يدي قال فجعلتها ضغثاً في يدي ثم قلت لهم والذي كرم وجه محمد شوف الحلفان يدل على كمال المحبة يا سلام شوف بيقوله والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه قال وجئت بهؤلاء الأربعة أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عمي عامر برجل يقال له مكرز في سبعين من المشركين على فرس مجفف عامر بن الأكوع ده برضو اللي هو عم سلم بن الأكوع ده برضو جاء برجل عظيم من المشركين ومعه سبعين واحد برضو جررهم وراكده سلم برضو بيقوله في الحديث ده بيقول وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأقوم على خدمته شو بقى حتة دي الجاية دي؟ حتة جميلة جدا 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 قال سلمة وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي السلامة بن الأكوع ساب كل الأدام والوراء ليه؟ وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي والله إخوانا كل مقرأ المقطع ده أتأثر جدا ونشوف جميعا إزاي الصحابة دول ضحوا وشوف الصحابة دول بذل وأدئيه علشان الدين دا يوصل لنا بالشكل الذي تركنا عليه صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه السلام مات وقد أخبرنا بكل شيء في هذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكما قال أبو ذر رضي الله عنه قال لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَا مِنْ طَائِرٍ يَطِيرُ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلْمًا صلى الله عليه وسلم فسلم بن الأكوع برضو ساب كل حاجة لأجل الله ورسوله أن يبقى ديني سليما بس لا عايز حاجتان خالش لا عايز فلوس ولا أهل ولا مال ولا أي حاجة خالش أم حاجة أن يبقى ديني سليما بس وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسولي أنا وأنت دلوقتي ربما أنت في شهوات تقول أنا مش قادر أبطل الفعل ده أو مش قادر أبطل الحركة دي طب استعن بالله شوف الصحابة سبتالك ترك كل شيء وأقبل على مولاه سبحانه بحمده وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسولي برضو من الصحابة تركوا أهلهم وأموالهم وديارهم الصحابة الجليل سيدنا صهيب الرومي رضي الله عن صهيب صهيب الرومي أيضا لما أراد أن يهاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يعلم أن الصحابة الكرام يصافحون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم خمس مرات وذلك في الصلوات فأراد صهيب رضي الله عنه أن يحوز ذلك الشرف شرف مصافحة وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهم لما صهيب رضي الله عنه أراد أن يهاجر اعترضته قريش ويفوله يعني وقالوا لو جئتنا صعلوكا لا مال لك أنت قالوا الفلوس دي من إيه؟ دي فلوس البلد اعترضته قريش وقالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك فقالهم صهيب تعلمون والله أني أرماكم والله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم في كنانتي ثم أضربكم بسيفي هذا ما بقي في يدي منه شيء ثم شأنكم بعد ذلك فقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك فقالهم صهيب أرأيتم إن دللتكم على المال تخلون بيني وبين وجهي تخلون يعني أروح في الحتة اللي أنا عايزها يعني فقالوا له نعم هنخليك هنسيبك تمشي فقال لهم صهيب رضي الله عنه فإن المال في المكان الفلاني فعلا ذهبوا أخذوا المال وخلوا بين صهيب وبين وجهي فلما حل ونزل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ربح البيع يا أبا يحيا ودي كنا سيدنا صهيب ربح البيع يا أبا يحيا ربح البيع يا أبا يحيا وأنزل الله عز وجل في صهيب قوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ فالصحابة زي ما قلت تركوا كل شيء لأجل الله ورسوله بس هم حاجة أن دين يبقى سليم زي ما قلت لك أنت دلوقتي مش قادر تبطل معصية معينة وتقول لها أصلاً مش قادر أصلاً مش حاول لا والله لو عالم الله في قلبك وفي نفسك خيراً لأعانك فآل الله من نفسك خيراً إِيَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا فالصحابة زي ما قلت ضحوا بكل شيء ضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص لكي يصل إلينا هذا الدين كما تركه صلى الله عليه وسلم قال سلمة وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي المهم السلام يقول لي وجاء عمي عانر برجل من المشركين يقال له ميكرز في أربعين ألفاً قَالَ فَلَمَّا رَآَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُوهُمْ يَقُلْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ يعني بدء الفجور يعني في أول مرة وتاني مرة برضو هيغدوروا هيغدوروا بيكم برضو بدء الفجور وثناه لكن شوف برضو شوف عامر بن الأكوع ده جاب سبعين واحد جرجرهم في إيدك له من المشركين لأن عامر بن الأكوع هذا كان فارساً مغواراً وكذلك سلمة بن الأكوع سلمة بن الأكوع ده كما قلت قاتل جيشاً بأكمله وحده لوحده وزي ما قلت لك ما كشف معه سلاح ده حاربهم كلهم بإيده بكف إيده يعني ولا غره فكلاهما يخرج من مشكات واحدة هؤلاء الواحد منهم رضي الله عنهم بأمة من الأمم الآن ويزن أمة فهؤلاء هم تربية المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه قال وأنزل الله عز وجل قوله تعالى وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم قال فلما انطلقنا راجعين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن رقى هذا الجبل جبل يعني فالنم سلم دعا لمن رقى هذا الجبل وهو جبل يطول على بني لحيان بني لحيان دولهم لهم المشركين يعني فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن رقى هذا الجبل وكأنه طليعة له صلى الله عليه وسلم قال سلم فرقيت ذلك الجبل مرتين أو ثلاثا لعايزين بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد استغفر لمن رقى هذا الجبل قال ثم رجعنا قافرين قال وإذا فأتبع آباح غلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلام النبي دالله اسم ورواحده كان معه البعير مع الأغنام وهذه الأنعام قال وكنت معه مهم السلام بيقول إيه بيقول فأغار عبد الرحمن الفزاري على صرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتل غلامه النبي عليه السلام كان له غلام ونبي عليه السلام أعطاه هذه الأغنام وهذه الأنعام وأمره أن يرجع بها مرة ثانية إلى المدينة مهم عبد الرحمن الفزاري ده مشرك أغار على صرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتل راعيه قال سلمة فقلت لرباح يا رباح خذ هذا الفرس وهو فرس طلح ابن عبيد الله قال وكنت أنديه مع الظهر فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغ به طلحة ابن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر أن عبد الرحمن الفزاري أغار على صرحه وقتل راعيه قال سلمة ورقيت الجبل فقلت يا صباحاه يا صباحاه وجعل يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع يوم الرضع يعني هذا هو يوم اللئام يوم الرضع يعني هذا اللئم رضعه المشرك مع أمي من ثدي أمي بيرضع اللئم معاه أو على المعنى الآخر لقيه من راضع أنه قديما يعني كان من علامات اللئم السارق كان إذا يعني هو بيسرق كان يحتلب الشاه ويشرب اللبن من ضرعها يشرب اللبن من الضرع مباشرة حتى لا يسمع به أحد المهم هذا حديث رائع في آخر هذا الحديث وهو حديث طويل وحديث رائع وماتع جدا 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 يعني وطبع الحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم في آخر الحديث قال سلمة فخرجنا إلى خيبر وخرجنا إلى خيبر وجعل عمي عامر يرتجز ويقول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرتجز يعني من يقول الشعر ده قال فقلنا عامر ابن الأكوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر لك ربك وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد فقال عمر يا رسول الله لولا متعتنا بعامر كان نفسنا عامر يفضل معنا شوي يعني يستمتع به بشعره وبمزاهه يا رسول الله لولا متعتنا بعامر قال فخرج مرحب مرحب ذا هو قائد جيش المشركين في غزة خيبر فخرج مرحب وهو يرتجز ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب قال فخرج إليه عامر بن الأكوع رضي الله عنه فجعل أيضا يرتجز ويقول قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر ترس اللي هي الصدادة ديان وجعل عامر يسفل له يضرب من تحت فرجع سيف عامر إلى أكحله فكانت فيها نفسه يعني هو يضرب بالسيف كده السيف بتاع عامر فلت منه فجاء فيه أكحله أكحله يعني اللي هو العظم النتي هنا أعلى الفاخ يذيان قال فقال جماعة من الصحابة بطل عامر قتل نفسه بعد الصحابة ظن أن عامر بن الأكوع كده قتل نفسه قال سلم فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله حبط عمل عامر فقال صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين قال من قال ذلك قلت بعض أصحابك قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال وأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب فجئت به أقوده وهو أرمد أرمد كانت عينه تعبايا فجئت به أقوده وهو أرمد فأعطاه النبي صلى الله عليه ثم خرج مرحب مرة ثانية يرتجز ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت لا هب فخرج إليه هذا الليث الهصور والأسد الجسور خرج إليه الأسد الضرغام خرج إليه أبو الحسنين خرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فجعل أيضا يرتجز ويقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة حيدرة اللي هو الأسد يعني أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاعي كيل السندرة فضربه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رأسه ضربة فلقت هامته وكان الفتح على يديه أظل إلى هذا الحديث الماتع يصور لك كيف كانت حياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كانت معيشته وكيف أنهم ضحوا بكل شيء لأجل دين الله عز وجل وكيف كانت شجاعة هؤلاء وكيف كانت بسالتهم وكيف كانت تضحيتهم لأجل إعلاء كلمة الله رب العالمين وكيف أنهم ضحوا بأرواح مؤنفسهم لإعلاء كلمة الله عز وجل في الصحابة كما قلت ضحوا بكل شيء لأجل الله ورسوله انظر أيضا من صور تضحية هؤلاء رضي الله عنهم ما رأاه مسلم في صحيحه حديث جابر رضي الله عنه أن أباه عبد الله بن حرام دعاه في صبيحة أو في ليلة أو في الليلة التي تصبح فيها غزاة أحد قال دعاني أبي فقال أي بني أراني سأقتل في أول من يقتل فاستوصي بأخواتك خيرا دي وصية جامعة مانعة لعبد الله بن حرام بيصب إيه في آخر حياته بيصب كلمتين يقول له أوصيك بأخواتك خيرا قال وما تركت أعز علي منك بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول له أنت أفضل واحد أنا خلفته في هذه الحياة أو سأتركه بعد موتي لكن أنت برضو مش أعز من النبي عليه الصلاة والسلام لأن إحنا عارفين أن من ركائزي ومن دعائمي ومن آكدي مجبات الإيمان حب الله رسول يقول له أحب إليه مما سواهما يعني ما فيش حد في الدنيا بتحب كما تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنت بتحب حد أكثر من الله ورسوله يبقى راجع نفسك بتحب فلوسك تحب أولادك تحب زوجتك بتحب أي حد في الدنيا أكثر من الله ورسوله يبقى تلاجع دينك تلاجع إيمانك لأن من آكد الموكدات أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما دي من أهم دعائم الإيمان ومن أهم ركائز الإسلام يعني شوف برضو في الصحيحين عمر رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنك لا أحب الناس إلي إلا من نفسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي قال عمر الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر متعلق بالله ورسوله إن لازم أن أقدم حب الله وحب رسول الله على حب نفسي فعلته قدمته وأنا أستغفر الله من ذلك قال الآن يا رسول الله فعبد الله بن حرام يوصي ابنه جابر بأخواته خيرا وكان العبد الله بن حرام كان له سبعة من البنات كركهم فقال له أوصيك بأخواتك خيرا وكان عليه دين فقال له اقضي ديني وجابر ده كان لسه فتى صغير كان لسه صغير يعني حتى ما كان لسه كان عنده عشرين سنة ولا حاجة أو أقل من ذلك لما مات أبوه لكن ترك رجلا يحمل عنه هم الدين وهم هؤلاء الفتيات البنات وجابر برضو رضي الله عنه جاء على شهواته وعلى رغبات نفسه أنه رضي الله عنه كما ثبت أيضا عنه في الصحيح وغيره أنه لما كان في غزاة مع النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج بثيب النبي عليه الصلاة والسلام رآه وهو يسرع في الخطى على بعيره فقال له مهلا يا جابر فقال يا رسول الله أنا حديث عهد بعرس فقال ممن تزوجت فقال بأي من أو بثيب من أهل المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر هل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكها وتضاحكك فقال يا رسول الله إن عبد الله مات وترك لي سبع أو تسع فتيات أو بنات فخشيت أن أتيهن بمثلهن وأجيب واحدة برضو عائلة صغيرة برضو تلعب معهم لا فجاء جابر على شهواته وعلى رغباته فتزوج بأي من بفيب ليه؟ جربت الحياة جربت الحياة قبل ذلك كانت متجاوزة وزوجها توفي عنها تمام؟ فأضل لهذا الموقف المشرق زي ما قلت لك جابر ترك شهواته وترك رغباته لأجل أن يوفي أو أن يوفي بوصية أبيه في قضاء دينه وفي الوصية بأخواته خيرا دلوقتي أكتر حاجة بيحصل فيها جور ويحصل فيها ظلم هي الوصية البنات أكتر ناس بيذب حقهم ويهضم حقهم هم البنات الرجال مثلا بيموت فابنه بيورث كل حاجة أو ممكن الراجل يجور في وصياته يكتب الحاجة الأرض والبيت والفلوس وكل حاجة لعيال الصبيات ويسيب البنات أصل هيما يقول لك أصل هيما تجوزة وعندها راجلة وندي الفلوس لجوز بنتي أو عيال بنتي لا أنا عيالي أولى بيها فيحصل هناك جور وظلم في هذه الوصية فنظر لهذه المواقف المشرقة من حياتي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضا نظر كيف ضحوا وكيف عاشوا وماذا بذلوا لإعلاء كلمة الله عز وجل فكان من كرم الله وإنعامه وإفضاله وإحسانه على هؤلاء أن خلد ذكرهم على ممر الدهي وطول التاريخ ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بينها